ياسمين فتاة جامعية في مقتبل عمرها بجمال وردة عطيرة يتيمة الأب ووالدتها متزوجة من رجل متصلط ظالم وصاخط طيلة الليل يشرب الخمر ويلعب الميسر وطيلة النهار ينام وعلى استعداد أن يبيع ياسمين وزوجته مقابل المال أميرة صديقة ياسمين من عائلة غنية ذات مكانة مرموقة بالمجتمع لكنها على الرغم من ذلك متواضعة للغاية وصديقة وفية لأبعد الحدود وتعتز بصديقتها الوحيدة ياسمين أحمد شاب جامعي يعيش مع والدته طبيبة نفسية انفصلت عن والده الذي تركهما منذ أن كان صغيرا ليتزوج بفتاة أخرى أصغر أوقعته في شركها لذلك فإنه مصاب بعقدة من كل الفتيات خالد ثاري من الدرجة الأولى يفتخر كثيرا بما يتمتع به من مكانة كل يوم سيارة جديدة على أحدث طراز وفتاة جديدة سميرة والدة الفتاة متعسرة الحظ لكنها تعرف كل حدود الله وربت عليها ابنتها الوحيدة يوسف رجل أعمال أشهر من نار على علام صاحب أقوى مجموعات لشركات الاستيراد والتصدير مصطفى الإبن المدلل والوحيد ليوسف شخصية جميلة للغاية ومتواضع كل من يتعرف عليه يحبه بشدة لصدق مشاعره وطيبة قلبه مادام سلمة زوجة يوسف من عائلة فاحشة الثراء بداية القصة بأول يوم بالجامعة استيقظت ياسمين باكرا كعادتها اليومية قبيل أذان الفجر فتوضأت وصلت ودعت خالقها بأن يسر أمرها ويعينها ولا يعن عليها ومن ثم بدأت بإعداد كافة لوازم الجامعة وحل نور الصباح الدافئ وهنا دق جرس هاتفها ياسمين صباح الأنوار والخيرات أميرة لقد اشتقت إليك حقا كلها مسافة الطريق وأكون عندك بمشيئة الله والدتها ألن تتناول فطورك يا ابنتي؟ ياسمين أخشى أن أتأخر على صديقتي زوج والدتها إياك أن تأتي دون أن تحضر معك بعض المال وقد أعذر من أنذر اغتمت ياسمين بعدما كانت الفرحة تملأ وجهها المشرق كالبدر بليلة تمامه ركبت الأوتوبيس وأمام أسوار الجامعة نزلت منه أثناء عبورها للشارع إزب سيارة تصطدم بها ووقعت على الأرض لم تصب بشدة وهنا أتت أميرة توبخ صاحب السيارة أميرة ألا ترى؟ عيب على من أعطاك رخصة للقيادة إنك حقا أعمى وضعت ياسمين يدها على فم صديقتها أميرة وقالت أنا آسفة إنه كله خطأي ثم رحلت وأمسكت بيد صديقتها أميرة أكيد أن زوج والدتك وراء شرود ذهنك لقد كنت تقتلين اليوم ألا تدركين الحال الذي وصلت إليه بسببه؟ يريد مني مالا ومن أين لي بالمال الذي يشبع عينيه؟ إنه لا يشبع مطلقا أعمل بمطعم وبمحل آخر أعمل بائعة للحلويات فماذا أعمل أيضا؟ لقد أخبرتك وتوسلت إليك مرارا وتكرارا أن تأخذي مني المال وتعطيه لزوج والدتك وأنت تركزين في دراستك وتضمن بذلك تأمين مستقبلك من أجلك ومن أجل والدتك يا سمين بحدة كم مرة علي أن أخبرك أنني لا أقبل العطف من أحد؟ ظهرت على ملامح يا سمين نظرة حزن دفين بالقلب تنهدت ووصلت حديثها قائلة سامحني يا أميرة على حدتي إنني مشوشة التفكير حقا فلا أدري كيف سأجني المال واليوم مليء بالمحاضرات جاء معاد أول محاضرة وذهبت الفتاتان إلى المدرج يا سمين جالسة حائرة بين متاهات كثيرة والدكتور يأخذ باله منها الدكتور يا آنسة هل تستطيعين أن تشرحي لي النقطة التي توقفت عندها؟ يا سمين أنا آسفة فقد كنت شاردة بأول يوم عقابا لك أخرجي واصل شرودك خارج قاعتي خرجت يا سمين وكلها حزن شديد جلست واضعة يدها أسفل خدها في شرود تام وإذا بيد توضع على كتفها ذهلت والتفتت سريعا وإذا به شاب من ملامحه يبدو ثراء الفحش خالد إنك جميلة حقا ولكن لا أحد يقدر الجمال مثلي يا سمين مع ردة فعل جريئة رمت بيده من على ظهرها اهتم بشؤونك الخاصة ودعك مني يا هذا وأثناء رحيلها غاضبة من كل الأحداث المؤلمة بيومها الأول استدمت بنفس الشاب مالك السيارة التي استدمت بها صباحا اعتذرت منها وجلبت له الكتب التي وقعت على الأرض أحمد كل الفتيات مصنوعة من طينة واحدة تتصنع المواقف من أجل جذب انتباه الشاب بكل وسيلة ممكنة أو غير ممكنة من شدة ضيقها من كلامه الجارح تسمرت بمكانها ولم تتفوه بكلمة واحدة لكن الدموع سالت من عينيها والدم سال من أنفها يا سمين تعاني من حالة خاصة إذ أنها عندما تحزن حزنا شديدا يسيل دما بغزارة من أنفها وبتلك اللحظة شعرت بأنها تخسر الكثير للتو خسرت ثقة أحقية حضور محاضراتها بسبب عدم قدرتها على التركيز وها هي الآن تعاقب بأشد الكلمات لذنب لم تقترفه جلست بالمقهى الجامعي في انتظار صديقة عمرها الوحيدة أميرة أميرة لا تضايقي نفسك سأكلم الدكتور ونعتذر له فلا تقلقي يا حبيبتي لكنها رأت يا سمين تمسح في دموعها أقول ذلك من مجرد كلام الدكتور لك بالمدرج؟ أم أنه حدث معك شيء آخر؟ قصت عليها يا سمين كل ما مرت به من معاكسة الشاب والكلام البذيء الذي أسمعها إياه آخر لا تحزني وارضي بقدرك ليتني أستطيع فعل كل ما أتمنه لك تصنعت يا سمين الإبتسامة من أجل إزالة الهموم التي خلقتها بقلب صديقتها تستطيعين؟ أميرة بلحفة وفرحة شديدة؟ كيف؟ وتعرفينني لن أتأخر عليك يا سمين بأن تحضري كل المحاضرات المتبقية لكي أخذها منك غدا إن شاء الله ظهر في عيني أميرة علامات التساؤل مما جعل يا سمين تكمل قائلة فأنا ذاهبة إلى عملي علي أستطيع توفير بعض الأموال لزوج والدتي وأول ما وصلت إلى المنزل قال لها زوج والدتها بلهجة بها الكثير من السخرية وأخيرا جئتي يا سمين؟ نعم يا أبي وأعطته أربعمائة جنيها لكنه لم يرضى بهم وانهال عليها ضربا كالعادة متعجبا من المبلغ الذي أعطته إياه فأنا له بهذا المبلغ الزهيد بالنسبة إليه أن يشرب ما يرضيه من الخمر ويلعب ما يحل له من الميسر جاءت والدتها محاولة إبعاد صغيرتها عن ذلك الوحش الكاسر المنعدمة بقلبه الرحمة فانهال عليها هي الأخرى بالضرب المميت الوالدة بدموع حرى لا تنقطع من عينيها سامحيني يا ابنتي أنا السبب في كل ما تواجهين يا سمين لا تهتمي يا والدتي فما ذنبك يا حبيبتي كان الدم يسيل من أنفها وكل أجزاء جسدها الجميل الأبيض اللون قد تلون بألوان قوس قزاح من شدة ضرب زوج والدتها لها قامت من مرقدها بعد من صرفت طاغية وغسلت وجهها وتوضأت وصلت فروضها ومن ثم وضعت جسدها على سريرها وأخذت تتذكر كل ما مرت به من الصباح ثم استغرقت في النوم العميق بعينين مليئتين بالدموع أما أحمد أصابته حالة من الهم والضيق على غير عادته حتى أنه لم يستطع النوم مطلقا طيلة الليل ووالدته الطبيبة النفسية تسأله لتطمئن على ابنها الوحيد الذي خرجت به من الدنيا بعد ظلم مرير ذاقته لسنوات طويلة مع والده الذي فضل استكمال حياته مع شابة يافعة صغيرة عوضا عن زوجته وابنه لم أرك يا ابو نيفي مثل هذه الحالة من قبل هل حدث شيء؟ حكى أحمد لوالدته كل شيء دار بينه وبين ياسمين ولكن والدته لم ترضى عن أفعال ابنها والدته؟ أحمد كم إصبع بيدك؟ إنهم خمسة لا يوجد واحد بينهم يشبه أخيه إنك ظلمت هذه الفتاة المسكينة ولزاما عليك أن تعتذر وتتأسف عن أفعالك معها أنت على حق يا أمي ضميري يؤنبني بشدة انتجاهها إنها حقا لا تستحق ما فعلته بها وفي اليوم التالي كعادتها استيقظت ياسمين باكرا قبيل أذان الفجر توضأت وصلت وقرأت في كتب محاضراتها تجهيزا واستعدادا والدتها يا سمين أعددت لك الفطور لن أستطيع أرغب في رؤية أميرة ونقل المحاضرات قبل محاضرتي الأولى والدتها يا حبيبتي إنك لم تتناول عشاءك مساء ضحكت الفتاة وقالت ولا حتى غدائي في الجامعة أميرة اشتقت إليك حقا طمئنيني عليك يا سمين بضحكة خفيفة الحمد لله أخذنا كفايتنا من الضرب ليلة أمس وذهبنا إلى مقهى الجامعة وقبل أن تجلس يا سمين أمسك بيدها خالد الشاب الغني المغتر بما لديه خالد يا سمين اليوم لابد أن تجلسي على طاولتي وتشرب ما أختاره لك يا سمين أجننت بالتأكيد أنت فقدت صوابك اترك يدي وإلا ولم تكمل جملتها وإذا بالدم يسيل من أنفها بادر خالد بإعطائها منديلا لكنها صرخت حينما شد على يدها محولا اجتذابها إليه هنا تدخل أحمد بسرعة شديدة وضربه لكمة قوية على وجهه سال الدم من دمه هو الآخر وأمسك بيا سمين وسار بها بعيدا عنه جرت أميرة بمنديل تجاه صديقتها ولكن أحمد بادره قائلا لا تحسب أن ما فعلته كان لأجلك إنما فعلته بدافع رجولة فرجولتي لم تسمح لي بأن أرى فتاة بموقف مماثل وأتركها ولكنك تستحقين أكثر من ذلك سالت الدموع من عينيها وسالت دم بكثرة من أنفها أخذت صديقتها أميرة تهدئ من روعها إلا أنها لم تتوقف بعد ساعتين خرجت الفتاتان من محاضرتهما فرأت أحمد في انتظار ياسمين وإذا به يعتذر ويتأسف بكل ندم وخجل عما بدر منه ياسمين لا عليك فأنا تعودت من دنياي على ما هو أكثر من ذلك وتركته وذهبت تعجب الشاب من حال تلك الفتاة التي يرى في نظاراتها الباراءة التي ندرت بزمانه ولكن شيئا ما بداخله يخبره دائما بأن كل الفتيات مثيلات هل وقع أحمد في حب ياسمين؟ ماذا ستفعل ياسمين مع زوج والدتها الذي ينتظر عودتها بالمال الكثير؟ وما حال خالد مع الفتاة الوحيدة التي رفضته؟ وكيف لفتاة مثيلة بها رفض الشاب مثله؟ وهل ستسلم من شره؟ كل ذلك وأكثر في الجزء الثاني وأرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة